اهلا وسهلا يا تيا اهلا كيف حالك؟ الحمد لله تمام اهلا وسهلا صباح الخير ومنتمنى لك بداية أسبوع مشرق ضيفتي هي تيا رائد جودة وهي روائية وعم نرحب فيها اليوم كروائية ناشئة ونشرت أول رواية لها ندا أيلول صباح الخير يا تيا صباح نوم شكرا لقناة رؤية على دعمها المستمر للشباب طبعا وأنا بشكرك أنك أنت اللي توجهتي إلنا وكان لديك ثقة بحالك وبالرواية اللي كتبتها وهذا هو السبب أنك موجودة معانا اليوم تيا أنت عمرك 19 سنة نعم تدرسي هندسة عمارة بجامعة البلقاء التطبيقية ولكن هندسة العمارة ما بعدتك عن كتابة الرواية فخبرينا أكتر عن بدايتك بكتابة باللغة العربية أول إشي أنا باشق اللغة العربية اللغة العربية هي بحر وعبارة عن يعني عجاز أي شخص بتمعن باللغة العربية بيكون بقدر يلمس إنها هاي اللغة بتلمسه بتمس مشاعره اللي بيتعمق فيها بشعر إنه هي اللغة القريبة منه فكانت هاي بدايتي بكتابة بداية أنا بلشت أخط خواطر يعني كنت طفلة صغيرة بلشت بالقصص بالخواطر بالمقالات وطبعا كنت دائما أفرج هاي الكلمات اللي بخطها لوالدي ووالدتي ودعموني وشجعوني كتير في هذا المجال ومن هون بلشت إني أنا أتمكن من اللغة أتعمق فيها أكتر وأكتر لحد ما قدرت إني أخرج بروايتي الأولى ندا أيلول رائعة طيب احكي لنا قصة هاي الرواية ندا أيلول الأول إشي هي رواية اجتماعية ضمنت قضايا اجتماعية بتهم المجتمع العربي والأردني خاصة مثلا هجر الأب لعائلته تقليد الأبناء لأباءهم بالتصرفات السيئة ركزت كتير بهذه الرواية على جانب الاكتئاب ضرورة مراعاة الأشخاص المعرضين لصدمات نفسية للتعافي طرقت من خلالها للصديق الصالح وكيف ممكن أنه الصديق الصالح أو الجار الصالح ينتشل الشخص من الحالة النفسية أو الحالة السيئة اللي هو بمر فيها فالمجتمع اللي حوالينا كتير بساعد الشخص أنه يخرج من الحالة الصعبة اللي هو بمر فيها بالإضافة لموضوع الحق وكيف ممكن الشخص يحكي الحق حتى لو كان تحت التهديد أو حتى لو كان على حساب نفسه أو حساب عائلته طرقت أيضاً للحب العفيف الصادق وكيف ممكن الشخص يبيع مبادئه من أجل الحاجة والفقر وكيف ممكن الشخص الغني أو أصحاب النفوذي يتصلطوا على الأشخاص الضعفاء من أجل تلبية حاجة أو مصلحة شخصية لإلهم فوضحت بروايتي من خلال الشخصيات جانب الخير وجانب الشر بكل شخصية في جانب خير وجانب الشر بس دائماً جانب الخير هو اللي بنتصر على جانب الشر أو جانب العدل هو اللي بنتصر على جانب الظلم بالإضافة لدى إيلون كتبت بلغة عربية قوية بمفردات جزلة لحتى القارئ يتلذذ بجمال اللغة العربية بنفس الوقت استخدمت فيها لغة بسيطة لحتى أي قارئ على اختلاف ثقافته يفهم مجريات الأحداث بدون أي صعوبة حلو قد أخذك وقت كتابتها؟ أخذت مني تقريباً ثلاث سنين كنت بعمر 16 سنة بداية روايتي يعني كان في عندي الوقت الكافي أني أنا أكتبها بفترة المدرسة بعدين انقطعت عن كتابتها لمدة سنة اللي هي فترة الثانوية العامة يعني إحنا نعرف الثانوية العامة كيف تكون مرحلة فاصلة بحياة الشخص فأنا تفرغت بهاي السنة لدراستي لحتى قدر أوصل للتفوق اللي أنا بديه بالضبط وفترة الحضر الشامل لازم حتليني أنا أنجزها بفترة قياسية وهذا الإشي بيدل إنه كيف ممكن الشخص يستثمر مواهبه وينجز عمله بهاي الظروف اللي منمر فيها طب بحب أسمعك تقرأي لنا إشي منها عشان نتعرف على طريق كتابتك وعش استحبي من نسختك إذا معلمي صفحات معينة أكيد أكيد أحب هيك عشان نشوف نتدوق بلاغة اللغة العربية وجمالياتها تفضلي أسير بين الأروقة وروحي سجينة حلمي الذي رأيته أمامي كعقار بساعة تهاجمني فقطعت ذيولها وسرت متجهة نحو طريقي لطالما حلمت أن أكون محامية وحققت حلمي هأنا الآن أصعد باتجاه نور تشيعه مرآة الأمل فتقد حياتي كلؤلؤة صغيرة ملساء ولن تندثر عبر تاريخ أخطه في المحكمة هأنا أسير باتجاه تلك القاعة التي يؤخذ من الظالم حق المظلوم فيها وأحياناً تنغرس أنياب الظالم في ساعد المظلوم أسير واختلاج روحي واضح في حضوري فأنا التي سعيت وراء حلمي ماذا لو أخفقت به الآن ماذا لو حكم على المظلوم بالسجن عندها سأحكم على قلبي بالإعدام محلوكي طب أنا بتعفي شو دائماً بتسأل أنه اللي بيكتب رواية يعني أمتى بيخلص يعني مرات ممكن ترجع تشوفي هاي الصفحة بتقولي لأ لأ هاي الجملة بدي أعدلها هيك هاي الجملة لما مثلاً أكتب أستبدل هاي الكلمة بهاي الكلمة بتطلع أقو أمتى بيخلص يعني أنه خلص بتقولي يلا هلأ جاهزي روايتي تقريباً قرأتها أربع أو خمس مرات بعد ما أنهيتها لحتى أكون يعني متأكدة أنه هاي الرواية اللي لازم تنتشر في المجتمع ورسالتها تكون واضحة وصريحة وتوصل وتلامس القراء لحيك أنا ساعت إنها تكون يعني رواية واضحة وكاملة طب إذا بنقول الرسالة اللي حابة توصليها من هاي الرواية لكل شخص يقرأها يعني شو الرسالة اللي حابة توصل هلأ أول رسالة لازم توصل أنه إحنا لازم نرجع متعة الكتاب دائماً أي شخص بحط موضوع كتاب في باله أو موضوع معين في باله ويروح يشتري من المكتبة ويمسك الكتاب ويتلذذ بصفحاته وبرائحة الورق وبرائحة الحبر هذا شعور لحال وحلو فإحنا لازم نرجع للشباب متعة القراءة ومتعة الكتب بنفسها لأنه إحنا ابتعدنا عن هذا الإشي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي إضافة لكانت فكرتها الأساسية هي معالجة الظواهر الاجتماعية وكل ظاهرة اجتماعية كيف إحنا نلاقي لها حل ولما القارئ يقرأها ممكن هي تلامس واقعه أو واقع أخوه أو واقع صديقه فبيكون هو بيقرأها بيبحث عن حل لهذه المشكلة حلو طب لما تكتب عن مثلا الاكتئاب ودور الأصدقاء اللي زي منقول الحقيقيين اللي بيستعدوا الشخص يخرج من مشكلته ومن اكتئابه طريتي مثلا أنك تسألي أو تستشيري مثلا ناس مختصين بعلم النفس بهاي الأشياء أكيد قرأت كتب تخص علم النفس لحتى أكون قادرة أني أنا أميز شو الجوانب اللي بيومر فيها الشخص المعرض للاكتئاب دائما في بحث دائما في ريسورج قبل ما أكيد طيب تي هلا بدي أرجع لدراستك لهندسة العمارة هلا أنت سنة تانية سنة تانية سنة تانية وواضح أنه هندسة العمارة كلها إبداع وإبتكار ونفس الشي كتابتك إبداع وإبتكار حسيتي أنه قوتك باللغة العربية وإبتكارك باللغة العربية أخد دور إيجابي بهندسة العمارة مجالين مبنيين على الإبداع وعلى قوة الخيال فإشي كان كتير يعني بيعطيني مجال في الإبداع أني أنا أوظف موهبتي بدراستي أو أوظف تراستي بموهبتي فهذا الإشي ما كان عائق قدامي أني أنا تخصص علمي وموهبتي أدبية بالعكس أنا قدرت أني أوظفهم مع بعض بطريقة تقدر تعطيني تميز لمحتوى الرواية أحسك تطلع بي كونسبت قوية أبسط أكيد دائما فيك فلسفة ودائما في عمق بالفكر إذن وين حب توصلي بالكتابة يا أهم إشي أنه توصل رسالتي اللي أنا بقدمها من خلال روايتي الأولى ورواياتي إن شاء الله القادمة للمجتمع أني أنا قدرت أن أحللهم مشاكل بيمروا فيها لو جزء بسيط منها طبعا يعني بتمنى أنه الرسالة هيتوصل للمجتمع الأردني ويعرفوا أنه في كتاب بعمر صغير لساعدين بيقدروا يوصلوا رسالة للمجتمع بقدروا يثبتوا حضورهم يوصلوا أفكارهم للمجتمع حيلا إذن تيا نحن نشكر وجودك معنا ومنتمنا لك التوفيق كثير فخوريا إنه فيه كتابية بهذا العمر تكتوب روايات بهذا المستوى ندا أيلول لكل اللي حابين يحصلوا على الرواية وين ممكن يلقوها؟ بلقوها بمعدة مكاتب موجودة مكاتب موجودة على المواقع العالمية كوكل بلاي أمازون آه أوكي باري جود والله عن جد بتمنا لك التوفيق وبحيي أهلك وأكيد إنه كانوا بالفعل دائما أذكياء بتربيتك اللي هم يقدروا ينموا فيكي هذه الموهبة بتمنى لك التوفيق تيا رائد جودة شكرا